اهلا بكم نهاردة ان شاء الله في اول محاضرة لنا في جزء الموليكولر بيولوجي واول حاجة بنبدأ بيها طبعا هي النيوكليوتايت ستركشور او التركيب المبدئي للوحدة البنائية المكونة لدن اي والار ان اي اول حاجة لازم نبقى عارفين ان في مصطلح اسمه نيوكليك اسد النيوكليك اسد ده بيمثل الجينيتك ماتيريال كلها اللي موجودة جوه الارغانيز يبقى ده الوحدة البنائية لكل الجينيتك ماتيريال اللي موجودة في كل النون الارغانيز النيوكليك اسد ده نعمل فيه اما انه دي ان اي ودي اختصار لدي اوكسي رايبو نيوكليك اسد دي فور دي اوكسي رايبو ان اختصار لنيوكليك او اول حرف في نيوكليك وايه اسد دي ان اي دي اوكسي رايبو نيوكليك اسد وده زي ما احنا شايفين في الرسمة كده عبارة عن تو ستريند يعني شريطين ماشيين وبيلفوا حوالين بعض في حين ان الار ان اي ده اختصار الى رايبو نيوكليك اسد رايبو نيوكليك اسد الريبو نيوكليك اسد ده بيبقى عبارة عن سينجل ستريند اهو شريط واحد فقط بيبقى موجود في بعض الفيروسات كمان سواء كان النيوكليك اسد دي ان اي او ار ان اي فهو بيكون من مونو مرز وحدات بنائية اسمها نيوكليو تايد نيوكليو تايد النيوكليو تايد دي مكونة من ثلاث حاجات اول حاجة لازم بيبقى فيها قاعدة نايتروجينية نايتروجينس بيز لازم بيبقى فيها سكر خماسي بنتوز شجر البنتوز شجر ده سكر خماسي يعني فيه خمس زرات من الكربون اما ان البنتوز ده يكون رايبوز ففي الحالة دي يديني الريبو نيوكليك اسد او دي اوكسي رايبوز فهي يديني الدي اي او دي اوكسي رايبو نيوكليك اسد يبقى لحد دلوقتي انها نايتروجينس بيز بنتوزيس طب وقلنا فيه ثلاث مكونات المكون التالت عبارة عن فوسفيت جروب يبقى مين هي المونمر او الوحدة البنائية هي نيوكليو تايد ترتيب البيز في الجينيتيك ماتيريال هو اللي بيقضي بعد كده لجيناتك انفورميشن اللي بتبقى مخزنة على الجينات دي نشوف مع بعض كده اول حاجة في نيوكليو تايد هي النيتروجينس بيز قواعد نيتروجينية دي عبارة عن اروماتيك رينج حلقة اروماتيك وبتبقى مختلطة تركبها مكون من زرات من النيتروجين مع زرات من الكاربون فعشان كده بقول عليها هيتيروسايكليك بقول عليها هيتيروسايكليك رينج يعني حلقة مختلطة من النيتروجين والكارب عندي نوعين من النيتروجينس بيز اما بيورين بيزز او بايريميدين بيز بيورين او بايريميدين البيورين ده بيبقى مكون من حلقة سداسية ماسك فيها فيوزد معاها حلقة خمسية تانية عدد الاتومز اللي موجودين فيه لو عدناهم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 فده مكون من 9 اتومز ما ننساش ان هنا فيه زراتين كاربون هم نفسهم مشتركين ما بين الحلقة السداسية والخمسية يبقى اللي مكون من 2-fused ring ده اسمه بيورين قاعدة نيتروجينية اسمها بيورين طب واللي مكون من حلقة واحدة سداسية فيها اتنين نيتروجين والبقين اربعة كاربون ده اسمه بايريميدين بايريميدين يبقى اما بيورين او بايريميدين مين هم البيورين اللي عندي البيورين ده لونعين اما انه قاعدة نيتروجينية اسمها ادنين او جوانين وسواء كان الادنين او الجوانين فالتنين دول بيقدروا يمسكوا مع البنتوز شوجر سواء كان رايبوز او دي اوكسي رايبوز ويدخلوا في تركيب الدي اي او الار اي اي سيان على حد سواء يبقى كل البيورين سواء الادنين او الجوانين يقدروا يشاركوا في تكوين الدي اي او الار اي 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 او الار اي 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 او في حين ان البايريميدين اللي هو كان حلقة واحدة سداسية ده مكون من ثلاثة اخوات اول واحد فيهم اسمه سايتوزين وبنختصره بكابتال لتر سي والتاني هو ثايمين والتالت هو يوراسيل يبقى سايتوزين ثايمين يوراسيل السايتوزين زيه زي الادنين والجوانين يقدر يدخل في تركيب الدي اي اي والار اي اي في حين ان ثايمين اللي هو بنختصره تي ده مش موجود غير في تركيب الدي اي اي فقط بينما اليوراسيل مش موجود غير في الار اي اي فقط يبقى تاني عندي تو تايبس of basis بيورين بيز وبيورين بيز البيورين بيز اللي هم الأدنين اي جوانين جي والبيورين بيز اللي هو السايتوزين سي دول يقدروا يدخلوا في تركيب الدي اي اي او الار اي اي على حد سواء طيب في البايرمدين في واحد ما يدخلش غير في الدين ايه اللي هو الثايمين وواحد فقط يدخل في تركيب الار ايه وما يقدرش يدخل في الدين ايه هو اليوراسي طيب لو بصينا مع بعض كده الحلقات دي اهي هتيروسايكليك دي حلقة سوداسية ماسك فيها حلقة خمسية يبقى مكون من توفيوس درينك ده كده بيورين وده كمان زيه بيورين الاولاني اللي فوق ده ادينين طب عرفت منين يا دكتور ان هو ادينين لانه الصايدة تشين بتاعته في الحلقة السوداسية هي مجموعة امين وغروب واحدة فقط التاتشد للكربونة رقم 6 عد الكربونز والنيتروجين في البيورين بنبدأ من النيتروجين دي تبقى رقم 1 2 3 4 5 6 وبعدين النيتروجين اللي في الكربونة التانية دي نعكس بقى تبقى 7 8 9 طب هو الجوانين قالك لا الجوانين عنده 2 واحدة اكسوجين في الكربونة رقم 6 واحدة نايتروجين بقت في الكربونة رقم 2 يبقى ده الأدنين وده الجوانين في حين ان البايرميدينز هم ثلاثة اول واحد سايتوزين سايتوزين ده بيبقى عنده مجموعة امينو ويه وذرة اكسوجين تاني واحد بيبقى يوراسيل اتنين اكسوجين عنده في السايد جروب اتنين اكسوجين يوراسيل اما التالت فهو اليوراسيل الثايمين ده عباره عن يوراسيل بس هجبك له في السايدشين بتاعته مجموعة ميثايل يبقى بقسمه ثايمين السايتوزين ده يدخل في تكوين الDNA والRNA في حين ان الثايمين في الDNA فقط يورا سيل في الRNA فقط وما ننساش. طيب كده خلصنا كلامنا عن طيب والشوجرز اخبارها ايه? الشوجرز دي عبارة عن نوعين. زي ما اتفقنا اما دي اكسي رايبوز لو هنكون دي اي او رايبوز لو هنكون ار اي اي. يبقى لو البولي نيوكليوتايد يعني مجموعة من النيوكليوتايد مسكوا في بعض. النيوكليوتايد دي اللي كانت مكونة من ثلاث حاجات. بيورين بيز او بايرميدين اللي هما نيتروجينس بيز. وجنبها شجر وجنبها فوسفيد. لو البولي نيوكليوتايد من الدي اي. الشجر اللي موجود فيها دي اكسي رايبوز يبقى هنكون دي اي اي. لو كان رايبوز يبقى هنكون ار اي اي. من ده ده فنتوز شجر ادي او ده هايد جروب في كربونة رقم واحد. والكوهوليك جروب في كربونة رقم خمسة. وهنا الكربونة 2 موجودة و 4 عبارة عن هيدروكسايل وهايدوجين. مضم ال 3 مجموعات فيهم هيدروكسايل جروب او ال 3 كربونة. هي كربونة 2 موجودة و 3 موجودة فيهم هيدروكسايل جروب. يبقى على طول ده رايبوز. طيب لو شيلت اكسوجين من الكربونة رقم ا2 فيه فاصبحت تو برايم دي اوكسيmetal. طيب ده لو في الـ Open Chain يبقى أنا ببص على الكربونة رقم 2 هعرفوه ريبوز ولا دي أوكسي ريبوز طيب لو في الـ Cyclic Chain بقى بشكل حلقي بالشكل ده أبص برضو على الكربونة رقم 2 يبقى ده ريبوز ريبوز يبقى يدخل في تركيب الـ RNA في خين انه لو لقينا ان الكربونة رقم 2 دي تشالت منها الأكسجين يبقى دي أوكسي ريبوز يدخل في تركيب دي أوكسي ريبوز طيب سواء هيدخل بقى في تركيب الـ DNA او هيدخل في تركيب الـ RNA ريبوز او دي أوكسي ريبوز يبقى لازم يبقى عندي ربطة تربط لي ما بين الـ مع السكر الخماسي ده الربطة اللي كانت بتربط مونوساكرايد مع أي حاجة تانية كنا بنقول عليها جلايكو سيدك بوند جلايكو سيدك بوند يبقى الربطة اللي هتربط لي ما بين الـ مع الشجر اسمها طيب بتربط بين كم وكام الجلايكو سيدك بوند دي بتربط لي ما بين الشجر الكربونة رقم واحد بتاعة الـ ريبوز او الـ دي أوكسي ريبوز مع نايتروجينا من الـ نايتروجيناس بيزيز لو كنا في الـ بيورين اللي مكون من حلقتين وفي أربعة نايتروجينا بالمنظر ده لو نفتكر الـ نايتروجينا اللي تحت ديك بتاخد رقم تسعة يبقى بتبقى ربطة جلايكو سيدك ما بين ودايما ترقيم الشجر بنتدي له داش فوق اسمه او شرطة ميلة كده فوق رقم الكربونة دي يبقى مع تسعة وليس او كنا متفقين انها ليها نوعين اما او او على حسب الرابط اللي ما هنا هل رابط مع اكسوجين ولا رابط مع نايتروجين هنا عندنا دي ان جلايكو سيدك الى الان طالما عندي بيز نايتروجيناس بيز مسكت مع بنتوس شجر ده عمال لي حاجة اسمها نيوكليو سايد طب يجي نيوكليو سايد اخر كربونة في البنتوس شجر كانت مجموعة كحول CH2OH اشبك فيها مجموعة فوسفيت في كده تحول من نيوكليو سايد الى نيوكليو تايد يبقى اسمه نيوكليو تايد مونوفوسفيت طب لو شبكت معا كمان فوسفيت هنا الفوسفيت رقم اتنين دي يبقى اسمه نيوكليو تايد داي فوسفيت طب لو شبكت الثالثة فوسفيت يبقى نيوكليو تايد تراي فوسفيت يبقى مونو أو ضاي أو ترايفوسفيت على حسب عدد الفوسفيت جروب اللي موجودين هنا يبقى تاني دلوقتي أنا عندي كلمتين لازم أفرق بينهم كويس قوي حاجة اسمها نيوكليوزايت وحاجة اسمها نيوكليو تايت نيوكليوزايت دي معناها إن أنا عندي نايتروجينوس بيز أتاتش مع بنتوز شوجر بربطة إن جليكوسيدك بونت فقط وزي ما قلنا ترقيم الروابط الأتمز بتاعة البنتوز دايما أدي لها شرطة ميلة فوقيها يعني C1' C2' وهكذا طب واحد بتاعة البنتوزة هي بتمسك مع مين؟ لو في البيورين هنمسك مع N9 لو في البيورين الرقم النيتروجينية اللي تحت دي بيبقى رقمها N1 يبقى في البيورين واحد لوحد 1-1 لكن في البيورين 1-9 يبقى نيوكليوزايت بالإسهي دي نايتروجينوس بيز مع بنتوز شوجر أما النيوكليوطايت يبقى نايتروجينوس بيز مع بنتوز شوجر بلس فوسفيت الفوسفيت دي هتمسك في الريبوز هنا بربطة بتمسك تدخل على مجموعة الكحول اللي في الكربونة الأخيرة فتعمل لي ربطة اسمها إستربوند والإستربوند دي ربطة ستيبل وقوية جدا ومش سهل إنها تتكسر والطاقة اللي فيها طاقة كميتها قليلة فده سبب إنها ستيبل يبقى ده النيوكليوزايد نايتروجينوس بيز وبنتوز هنا نايتروجينوس بيز زودت عليهم الفوسفيت جروب لو جيت أسمي دلوقتي أنا عندي نايتروجينوس بيز مختلفة ما بين بيورين وبايريمدين اتنين بيورين وتلاتة بايريمدين طبعا إزاي أجي أحول اسمهم لنيوكليوزايد يعني لما شبك فيهم الريبوز أو الديوكسي ريبوز أنطقهم ازاي قالت في قاعدة لو هم بيورين نيوكليوزايد اللي هم الأدنين والجوانين مجرد ما يمسك فيهم الريبوز أحولها إلى زين يعني إيه أدينوزاين جوانوزين أو جوانوزاين كلاهما نطق صح يبقى البيورين لما يمسك فيها بنتوز تتحول من أدنين إلى أدينوزين من جوانين إلى جوانوزين طب لو كان النيتروجينس بيز دي هبارة عن بايريميدين البايريميدين هنا آخره هو بايريميدين فأقوم مقالب المقطع النهائي في الكلمة إلى دين ثايميدين صايتيدين يبقى الثايميدين صايتيدين يوريدين من دول؟ دول كانوا البايريميدين بيزز الأولاني ده كان صايمين مجرد ما يمسك فيه بنتوز يبقى اسمه صايميدين طب والصايتوزين مجرد ما مسك فيه بنتوز بقى اسمه صايتيدين وليوراسيل مجرد ما مسك فيه بنتوز بقى اسمه يوريدين يبقى ده بالنسبة للتسمية نيوكليوزايد زين ودين أو زين ودين طيب ازاي انطق تسميتها اسمها لو بقى مسك كمان فيها مجموعة فوسفيد واتحولت الى نيوكليوزايد نيوكليوزايد بجيب اسم نيوكليوزايد وحط عليه مونو أو داي أو ترايفوسفيد يعني ايه؟ يعني لو أدين وزين يبقى أدينوزايد مونوفوسفيد سايتدين ترايفوسفيد وهكذا يبقى لو النيوكليك أسد اللي عندي ريبو نيوكليك أسد يبقى المونمر بتاعه المكون ليه اسمه ريبو نيوكليوزايد اما الدين اللي هو دي أوكسي ريبو نيوكليك أسد دعبارة عن Polymer of Deoxy ريبو نيوكليوزايد سواء كان دي أوكسي أو ريبو نيوكليوزايد DNA أو RNA فهيشترك معايا ثلاثة بيزز اللي هم الأدينين والجوانين والسيتوزين في حين أن ريبو نيوكليوزايد الRNA هيزيد عليه اليوراسيب أما الدي أوكسي ريبو نيوكليوزايد اللي هي بتاعة الDNA هيزيد عليها تايمين نشوف الجدول اللي قدامنا ده بيقول لي اسم البيز لو دخل في الRNA في صورة ريبو نيوكليوزايد يبقى اسمه E ولو دخل في الDNA كدي أوكسي ريبو نيوكليوزايد يعني ضفطل ودي أوكسي ريبوز هيبقى اسمه E مبدأين الأدنين قلنا نيوكليوزايد بتاعتها بزود زين البيورين بيزس كلها بخليها زين يبقى أدنين يبقى أدينوزاين أو الجوانين هيبقى اسمه جوانوزاين أو ده الأدنين وده الجوانين دول الاتنين بيورين طيب اللي بيدخل في الDNA منهم أو الدي أوكسي ريبو نيوكليوزايد بتاعتهم الأدنوزين يبقى دي أوكسي أدنوزين ودي اكسيجوانوزين طيب عندنا البيراملين اللي هم السايتوزين واليوراسيل والثايمين السايتوزين يبقى سايتدين يوراسيل يبقى يوريدين ثايمين يبقى ثايميدين في حين ان الدي اكسي فورم بتاعه اللي هي어 toward تركيب الدين أي سايتوزين يبقى دي اكسي سايتدين دي اكسي يوريدين ودي اكسي ثايميدين طيب ما احنا قلنا ان اليوراسيل ما بيدخلش غير في تركيب الار ام اي ليه كاتبين هنا دي اكسي يوريدين الدي اكسي يوريدين هنا مش بيتكون ناتشورال جوه الخلية ولكنه بيتكون سنستك بطريقة تصنيعية عشان يستخدم في اغراض علاجية نفس الفكرة والميكانزم في الريبو ثايميدين المفروض ان الثايمين ده موجود في الدي ام اي فقط وبالتالي يكون لي ثايميدين يبقى لما اقول ثايميدين ممكن اقول عليه ثايميدين او دي اكسي ثايميدين لانه في الدين ايه بس احيانا بيتكون رايبو ثايميدين رير جوه الخلية بس المستكوم انه بيتكون برضو لاغراض صناعية دوائية زي فكرة اليوراسيل لما حولناه لدي اكسي يوريدين يبقى نورمالي اليوراسيل موجود جوه الخلية في صورة يوريدين فقط لانه ما بيدخلش غير في القهر الاني ايه اما الصايمين فموجود في صورة ثايميدين الثايميدين على المطلق دي تعني دي اكسي ثايميدين لانه في دي ايه فقط انا دلوقتي عندي الجزء اللي بالاحمر ده الفوسفيت مسكة مع كنتوز اللي هو رايبوز او دي اكسي رايبوز وادي النيتروجيناس بال التلاتة دول كده مع بعض اسمهم نيوكليوتايد او مونمر ليه النيوكليك اسم يمسك النيوكليوتايد مع النيوكليوتايد اللي بعدها عن طريق فوسفيت جروب انا عندي هنا نيوكليوتايد مونوفوسفيت وهنا اناظر نيوكليوتايد مونوفوسفيت واحد اثنين ثلاثة يجي الفوسفيت اللي ماسك في النيوكليوتايد رقم اثنين النيوكليوتايد التانية دي الفوسفيت اللي معها اللي ماسك في الكربونة 5 بتاعة الريبوز يبدأ يبقى التاشت مع الكربونة رقم 3 الو اتش بتاعة الكربونة رقم 3 برايم بتاعة البنتوز اللي في النيوكليوطايد اللي قبله يبقى هو ده المفروض الـ CD5 بتاعة النيوكليوطايد رقم 2 وهنا الـ OHD في الـ 3 برايم بتاعة النيوكليوطايد رقم 1 فتيجي الفوسفيد تمسك الاتنين ببعض 5 برايم مع 3 برايم فتعملي ربطة اسمها 3 برايم 5 برايم فوسفو دايستر بونت الربطة اللي ما بين الـ OHD و حول اللي وين فوسفيد اسمها إستر ربطة إستر فمما اني عندي دي 1 إستر ودي كمان another one يبقى اسموهم دايستر والدايستر دول اللي مكونهم فوسفيد جرو يبقى اسمها فوسفو دايستر بونت يبقى النيوكليوطايد بتمسك مع بعضها في البولي نيوكليوطايد أو في البوليمر بربطة 3 برايم 5 برايم فوسفو دايستر بونت يبقى تاني نقول نيوكليوطايد ستركشر سريعا كده دعبارة عن لو 3 حاجات بدخل في تركيبه اول حاجة اننا لازم يبقى عندي نايتروجينوس بيز في صورة بايريميدينز او بيورين بيمسك معها بنتوز شوغر سواء كان رايبوز او دي اوكسي رايبوز ويمسك معها فوسفيد لما اجي حب اسمي النيوكليوطايد ادي النيتروجينوس بيز مسكة مع الريبوز بربطة اسمها ان جليكوسيديك بونت في حين ان الريبوز ماسك مع الفوسفيد بربطة فوسفو استر بونت ودي ربطة ستيبول طيب لحد كده بقى اسمه نيوكليوزايد مونوفوسفيد يبقى هنا الدايرتين دول بس مع بعض نيوكليوزايد مسك مع اول فوسفيد جروب يبقى اسمه نيوكليوزايد مونوفوسفيد طيب جيل فوسفيد رقم واحد مسكت مع الفوسفيد رقم اثنين الربطة اللي هنا دي هيبقى اسمها فوسفوانهايدرايد بونت نفس الكلام دي اسمها another فوسفوانهايدرايد بونت يبقى كده دلوقتي مجرد ما بقى عندي البيز مسك معها رايبوز ووحدة فوسفيد يبقى بقى نيوكليوزايد مونوفوسفيد لو بقى اثنين يبقى نيوكليوزايد دايفوسفيد لو تلاتة يبقى نيوكليوزايد ترايفوسفيد طيب ايه اهمية نيوكليوزايدز اللي احنا عمالين نتكلم تركبها ومكوناتها والرابط اللي فيها اسميها اول حاجة انها بتبقى high energy compound لان فيها عندي الاتنين فوسفيد اللي بيمسكوا بفوسفوانهايدرايد بونت اللي هي الفوسفيد رقم اثنين ورقم تلاتة رابط بتاعتهم دي unstable وشرحنا دا بالتفصيل في البيوانرجاتيكس ولما بتتكسر بتطلع دي كمية عليها من الانرجي بستخدمها في تفاعلات كتير يبقى بتستخدم كأنها energy currency عملة الطاقة جوه الخلية تاني حاجة هي طبعا الbuilding block الاساسي لكل نيوكليوزايد اللي هم دي الني و الRNA تالت حاجة ان الانزايمز اللي بتشتغل enzyme that process some forms of RNA ribozyme زي ما بتكون DNA والRNA كمان في بعض انواع الانزايمز اللي بتشتغل جوه نيوكليز اسمها ribozyme بتتكون من small أو short chain من الRNA بالاضافة الى ذلك ان النيوكليوزايد بتدخل في تركيب السكند ماسنجر اللي بيشتغلوا أو بيخلوا الهرمونز والسيجنل بيعملوا السيجنل ترانس داكشن و ترانس ميشن جوه الخلية كمان عبارة عن النيوكليوزايد دي بتدخل في تركيب النيكوتينامايد داينيوكليوزايد والفلافين ادنين داينيوكليوزايد اللي هم الناد والفات بيشتغلوا كا co-enzymes أو co-factors وكمان الاس ادنوزايم مثاينين اللي بيشتغل ك مثايل كارير والكو اي يبقى كل ده هي بتدخل ك كتيرا جدا في التفاعلات بالاضافة الى كده انها بتعتبر ك activated intermediate يعني ايه activated intermediate يعني مركب تقطع عالية جدا يقدر يشيل المركبات الوسطية الانترميد اثناء تفاعلات البناء زي مين زي الجلايكوجين على سبيل المسال عشان اكون جزء جلايكوجين كنت بستعمل حاجة اسمها يوريدين ترايفوسفيت احمل عليه الجولوكوز وكون UDP جولوكوز نفس الكلام لما احب اكون تراي أثايل جليسرول اجيب عندي سايتدين داي فوسفيت وحمل عليه داي أثايل جليسرول عشان اكون تراي أثايل جليسرول طيب وظيفة النيوكليوطايتز عموما اهم بتدخل بتدخل في تركيب الDNA والRNA تكون الATP اللي هي الUniversal Currents of Energy مهمة جدا كان في تفاعلات تفاعلات البناء كارير للميثايل جروب زي الاسا دينوزايل ميثاينين جي تي بي الجي تي بي ده مهمة جدا جدا في عملية كمصدر له الطاقة كمان بتعتبر المجموعة من زي ومسؤولة عن المسؤولة والساكند المسؤول عن السيجنال ترانس داكشن جوه الخلية معظم المست كومن اه جوه الخلية او عملة التاقة جوه الخلية هي الادينوزين ترايفوسفيت اي تي بي ده نيوكليوتايد ما ننساش ده بيطلع الانرجي اللي دي العالية من من اللي بتمسك مع بربطة ده اه الفوسفو انهايدرايد بوند اللي بتبقى مخزنة جواك مية عالية من الطاقة طب مين الاسا ادينوزايل ميثاينين اللي اختصاره سام اس اي ام ده بيكون اكتيفيتد ميثاينين الامينو اسد اللي اسمه ميثاينين بيتنشط ويحشيل مجموعة ميثايل جروب ويستخدمها ويستخدمها في تفاعلات ترانس ميثيليشن طيب الكو انزايمز الكو انزايمز عندي اشهرهم ناد والناد بي والفاد والكو انزايم اي طب في حاجة تانية مهمة اسمها وجبنا سوريتها لما كنا بنقول الجدول اه اللي في البيورينز والبايريميدينز لما تدخل في تكوين دين اي والار اي اي دي قبارة عن مجموعة من النيوكليو بتصنع يعني هي بتتكونش نورما الجوة الخلية ولكنها بتتصنع اشهرهم الفايف لورو يوراسيل والسيكس مركاب تبيورين وكمان دول بيستخدموا استخداماتهم الرئيسية في حالات الكيمو سوريتمينت بتاع الكانسر وبالاضافة الى ذلك في بعض انواع السينستيك نيوكليوطايت بتستخدم كانتيبيرل زي الارابينوز بس تبدل اشيل دي اوكسي ريبوز وحط مكانه سكر خميسي اسمه ارابينوز ففي الحالة دي النيوكليوطايت اللي ناتج بيكون لي او بيشتغل كانتيبيرل وانتي كانسر يبقى دي اشهر السينستيك نيوكليوطايت اللي موجودة واللي بتستخدم في التريتمينت المختلف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر